طيب اتحاد الكرة اعلن شروط القيد للموسم الجديد زي ما حضراتكم ربما تابعته قال انه هيتم فتح باب القيد بقى المجموعة الاولى هتبقى يوم 30 اغسطس هتستمر لغاية 9 سبتمبر هتنتهي قوائم الاضافة للقسم الاول في 20 سبتمبر والقسم الثاني 22 سبتمبر طبعا هيسمح لكل نادي فترة القيد التانية هتكون الشتوية من 1 يناير حتى 31 يناير قوائم الاندية بقى هيسمح لكل نادي بقيد 30 لعب بالاضافة لخمس لعيبة من موليد 99 وما بعدها من اللعيبة الصعيدين بالنادي تحدد عدد الاجانب بخمس لعيبة مفيش الشرط بتاع شمال افريقيا خمس لعيبة غير مصريين ليس من بينهم فلسطيني يعني اللعب الفلسطيني هو فقط اللي حيسمح بيه اعتباره مصري لا يسمح باشتراك طبعا غير اللعب المصري في مركز حراسة المرمى وحددوا كمان المراحل السنية المختلفة تقريبا تقريبا يعني ما فيش تعديل ظهاري يعني غير ان مسألة ان ايه هم خمسة محترفين على الاطلاق يعني طب انا بس كل حاجة انا اتمنى السنة دي ان الليحة النظام الاساسي نظام المسابقة لجنة مسابقات شؤون اللعبين كل ده قبل الموسم يتبعد بشكل واضح ها تحديد المراكز المشاركات علشان مش عايزين راغي كتير بقى عايزين نعمل موسم قادم يعني يريح الناس كلها ويخرجن من حالة البلبلة اللي احنا فيها اشتركوا في القناة